السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد وان شاء الله النهار ده هنستكمل باقي دروس الصفاء الثاني البدائي رياضيات آآ درس المصفوفة الناس متابعانا شرحنا اكتر من درس شرحنا بوحدة الاولى كاملة النقود وشرحنا اللي بعد كده الانماط وعادة الفردية وعادة زوجية وان شاء الله نهار ده هنستكمل باقي الدروس وهنشرح المصفوفة درس المصفوفة الناس كي سألتنا عليه لو سمحت يا مستر شرحت درس ده لانه صعب جماعة المصفوفة ما هو الا جدول الضرب في ثوب جديد جدول ضرب لكن بشكل مختلف طيب يعني ايه مصفوفة هي نمط جديد في الرياضيات يحتوي على صفوف واعمدة صفوف واعمدة وهي عبدت يعني صف يعني عمود دون ترك فجوات بينهم او مسافات بينهم مفيش مسافات بينهم ولا في آآ فجوات بينهم دازل ما نكونش في فاصل بينهم طمام جدول الضرب هو تكرار لعملية الجمع المصفوفة تكرار لعملية الجمع وهنعرف دلوقتي يعني ايه الكلام ده اعمدة وصفوف اعمدة وصفوف دي كده مصفوفة دي كده مصفوفة اللي فوق ده كده اسمه عمود ده كده اسم هو وعمود 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 وده اسمه صف وده اسمه ايه صف ده اسمه عمود وده اسمه صف. طيب. بنكتبها ازاي المصوفة ديت? بنكتبها كده. ادي واحد اتنين تلاتة. طيب ادقى واحد اتنين تلاتة تلات صفوف. تلات اعمدة في كام? في تلات ايه? في تلات صفوف. في تلاتة. هتبقى تلاتة في كام? في تلاتة. عفوا. تلاتة في اربعة. تلاتة. اربعة واحد اتنين تلاتة في اربعة. تمام? طيب. التلاتة في اربعة بكب اصلا التالتة فاربعة كان باتناشر. هي جدولة اصلا. يعني معنا كده لازم ابني يحفز جدولة ضرب. تمام? من واحد لعندي خمسة. من واحد لعندي خمسة. تعالى عندهم كده? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دسعة عشر احداشر اتناشر. دي كده مصفوفة. دي كده مصفوفة. يبقى في عمود وفي صف. في عمود وفي صف. تمام? بدل ما عدة اقول واحد اتنين تلاتة اربعة عدة كلها هعمل ايه? اقول له دي واحد اتنين تلاتة باخد الصف في العمود بضرب الصف في العمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى تلاتة في كام? فاربعة باتناشر. يعني هرجع تاني الجدول للضرب. هرجع تاني الجدول للضرب. بس المنهي الجديد هم عايزين جدول الضرب من خلال الطريقة ديت. يعني مش هجيب له مسألة اقول له اتنين في اتنين باربعة اتنين في تلاتة امي ستة لأ. زي ما كنا بنعمل اقول لأ. هجب له مسائل مصفوفة. وقل له اوجد حنشوف دقيقة المسائل اللي عاملة ازاي وهنعمل وهنحل عليها مسائل. يبقى ده اسمه عمود اقول ليه ابن ده اسمه عمود وده اسمه صف. ده عمود ده صف. طبعنا عايز اعرف عائد المجموعة دي هضرب عائد الصف في ايه? في عائد العمود. الصف دي كان واحد اتنين تلاتة. والعمود دي كان واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى تلاتة فاربعة بتناشة. ده ملخص المصفوفة. لازم تكون من نوع معين. اتنين ما يكونش في فجوات بينهم. ما يكونش في فجوات بينهم. يعني لو دي كده اتشان من هنا دي ما تبقاش مصفوفة. دي ما تبقاش مصفوفة خلاص. ليه? انت هتكون هنا العمود. وده التاني. التاني تتكون من فين ما فيش. يبقى لازم يكون فيه ما يكونش فيه فجوات او فوصل. طب هنشوف الكتابة والاسئلة بتاعته عشان يبقى الموضوع اسهل شوية. ونطبق اللي احنا قلناه ده على الاسئلة. تمام? بقول لي الشكل ده مصفوفة ولا مش مش ولا مش مصفوفة ده. عامل لي كده مسلس 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 مسلس. ده مصفوفة ومش مصفوفة. هقول له مصفوفة ليه? عشان اقل له ادي عمود واد عمود. واد صف. واد صف. لو عبر عن ايه? واحد اتنين في واحد اتنين. يبقى اتنين في اتنين يبقى اربعة. يبقى ده مصفوفة. ده ايه? مصفوفة. ده مصفوفة. طيب السؤال التاني بقول لي الشكل ده مصفوفة ولا مش مصفوفة? دايرة 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 دايرة. بقول لي ده مصفوفة ولا مش مصفوفة? لا طبعا مش مصفوف. ليه يا حبيبي? عشان اني عندي عمود اتنين. العمود التلات نقص. العمود التالت نقص سوف اتنين برضو الصف التاني ايه? الصف التاني نقص. الصف التاني ايه? نقص. يبقى لازم تكون ما فيش فاصل منهم. وتكون لي عمود وتكون لي صف. كون لي عمود هنا مبيش عمود كامل وتكون لي صف. تمام? النوع قليلان منى الأسئلة. ده كله احنا لسه في السهل. لسه في السهل. بقول لي انشئ مصفوفة باستخدام المفتاح المعطى. كون مصفوفة باستخدام النجوم. خلي ايه بنيرسل بقى اي مصفوف. اي باستخدام النجوم. اي مصفوف اي عدل. هقول لهم. ادي واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. يبقى نعمل مصفوفة دي صف. عمود ودعمود وقادي صف. وقادي صف. وقادي صف. تمام? دي كده مصفوفة. دي كده ايه? مصفوفة. السؤال اللي بعد كده. ده كله في السهل طبعا. كتابة الدرس اللي بعده بقى. كتابة معادلات باستخدام المصفوفات. كتابة معادلات باستخدام المصفوفات. يعني ايه الكلام ده? هيدي لي رسمة. ويقول لي كانها لعملت جمع. كانها عملية جمع. جايب لي هنا كم شكل? جايب لي مصفوفة. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة. يوب بقى ده اربعة. بشكل شراوات كده. تمام? بقول لي هنا بقول لي الصفوف نقط. صفوف نقط. تمام? وبعدين الجمع المتكرر لصفوف. الجمع المتكرر للصفوف نقط. صفوف كم صف? هعد كده معي? هقول له ده صف. اتنين تلات. يبقى تلات كم? تلات صفوف. طب ايه هو الجمع المتكرر للصفوف? ايه هو الجمع المتكرر للصفوف? هعد. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى هو بيجمع اربعة زائد اربعة زائد اربعة. يبانها اربعة زائد اربعة زائد اربعة. تمام? طب عرف ازاي ده مستر اوصالها الابن ازاي? هقوله كده. الصفوف احنا قلنا صف اللي هي? لو هيعد حقيقي الله واحد اتنين تلاتة. تمام? شوف الصف في كم حاجة من النوع ده. شوف الصف في كم حاجة من النوع ده. في كم من حاجة من النوع ده? في قدي واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? في اربع حاجات. طب الحاجة لمجموعة كم مرة? اربعة زائد اربعة زائد اربعة مجموعة تلات مرات يعني الاربعة ديت مجموعة تلات مرات تاني تاني الصفوف صف اتنين تلاتة صف اتنين تلاتة دي سهل طيب ايه الجامع المتكرر ان هو جامع الاربعة دول مرة زائد الاربعة دول زائد الاربعة جامع الاربعة تلات مرات يعني اربعة زائد اربعة زائد اربعة اللي هي ايه اللي هي تلاتة في كم فاربعة هي عملية جامعة متكرر. يعني ثلاثة في اربعة. يعني هو جامعة الثلاثة دي اربعة مرات. جامعة الاربعة دي تلات مرات. جامعة الاربعة تلات مرات. يعني المسألة هي عبارة عن كده. اربعة زائد اربعة زائد اربعة. اربعة زائد اربعة زائد اربعة. يبقى ده كده. صف? وايه هو جامعة المتكرر? اربعة زائد اربعة ده اربعة. يعني هو بيجمع الاربعة تلات مرات. بيجمع الاربعة اللي هو جدولة الضرب اصلا. احنا اصلا خلنا في المهج القديم. الضرب هو عملية جمع متكررة. هو عملية جمع متكررة. بدلا ما اقول اربعة زائل اربعة زائل اربعة هاخد منهم واحد. واحد اتنين تلاتة يبقى اربعة في كام? في تلاتة. نفس الحكاية. ده صف اتنين تلاتة. صف في اتنين تلاتة. صف في اتنين تلاتة. الصف في كم معايدة من ده اربعة يبقى تلاتة واحد اتنين تلاتة في اربعة. ده ده فين? فاربعة نشوف نوع كمان من المساء. نوع كمان من المساء. نفس الحكاية جايب لي صورة ده فاضع او سمك. جايب لي سمك خليها في السمك. قدي سمكة مسلا اتنين تلاتة. ودي واحدة اتنين تلاتة. بقول لي هنا الصفوف نقط. الصفوف نقط. والجامعة المتكرر نقط. طب الصفوف كم? صف اتنين سهل ايه. صف اتنين. في الصف ده بيجمع كم واحدة? بيجمع واحدة زائد واحدة. الواحدة دي كم واحدة? واحد اتنين تلاتة. واحد يبقى بيجمع تلاتة زائد تلاتة. الجنعة متكرر تلاتة زي بقلب. 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 عن تلاتة في اتنين فضل عندي كامل تلاتة. مجموعة كم مرة تلاتة? واحد اتنين. مجموعة مرتين. مجموعة مرتين. المصفوفة تسمى تسمى ايه بقى? تسمى اتنين في واحد اتنين تسمى اتنين في تلاتة. يبقى المصفوفة دي تسمى ايه? اتنين في تلاتة. اللي قبلها كانت تسمى تلاتة في اربعة. الاتنين في تلاتة بكام? بستة. يبقى لازم يحفظ جدول الضرب. لازم يحفظ جدول الضرب. يبقى عرض الصفوف واحد اتنين. هكتبهم. الجامعة المتكرر ايه هو اللي قراره بجمعها اخرى مرة? ان هي الواحد اتنين تلاتة. التلاتة جماحها مرتين تلاتة او تلاتة. طب الاسم المصفوف بقى المصفوفنا تسمى تسمى اتنين في تلاتة. واحد اتنين واحد بضرب الصف في العمود. بجيب الاسم منين? بضرب الصف في العمود. بضرب الصف في العمود صف ادواح اتنين تلاتة في العمود واحد اتنين يبقى اتنين في كام في تلاتة نشوف نوع اخر من الاسئلة عشان يبقى احنا كده الدرس كله اا يعني استفضنا فيه وقلناه بكله طيب هنا جايب لي رسمة مربعات جايب لي رسمة مربعات شبكة كده مربعة فيها كام عمود ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة ودي الخامس وقام دي كان معدول تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكمان هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نفس الحكاية نقسمها كلها كده عشان يبقى احنا ما بنتخلش عليكم بحاجة وبقول لي ايه? لون المربعات لتكوين مصفوفة طبقا للاسم. هو هنا جايب لي بقى ايه? اسم المصفوفة عايزنا اكمل انا اعمل مصفوفة. كده يتكثب لي اربعة في اتنين. المصفوفة كده اسمها اربعة في اتنين. هو حتى تبص هو غذب للضرب مش يعني هو مش عايز يجيب سيرته من قريب وانا بعيد. عاملها ازاي بالكتاب عاملها في بالعربي. مش عاملها في. يعني هو بقول احنا ايه? ده ما لها الجديد احنا بعيدة بس هو جادب للضرب جماعة. حتى هو عامل اتنين ازاي? عاملها في بالعربي. اربعة في اتنين بالعربي. طيب تساوي. قولي لون على المصفوفة لون على الشكل دي المصفوفة. على الشكل ده المصفوف. ببدأ الاول بالايه? بالصفوف. اتنين هم. ادي واحد. اتنين. تمام? في كام? في اربع. هو قال لي اربعة في اتنين. اربعة. في اتنين. تمام? ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. في الاربعة يا مصر? اهو. ادي واحد. اتنين. تلاتة اربعة. في الاتنين? اهو. ادي واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. واحد اتنين. يبقى انا كده نكون له ايه? اربعة في اتنين. اربعة في اتنين. اربعة في اتنين. تمام? تبقى اللي اربعة في تلاتة. هزود واحد كمان هنا. هزود واحد كمان هنا في ايه? في الصفوف. يبقى اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة في تلاتة احد ا две تلاتة. ده نوع من الاسئلة. بيجيب لي الرسمة ويقول لي هو لهو حسب اعمل لي مصفوفة حسب الايه? حسب المواطع عندك اربعة في اتنين. المسألة اللي قبل كده كان بيجيب لي المصفوفة ونعمل معادة دي. لا هو هنا جيب لي معادة وعايز نعمل ايه? المصفوفة. تمام? ده نوع من ايه? الاسئلة. نوع من اسئلة? بس سؤال كمان بيقول لي خمسة في واحد. خمسة في واحد. عشان مش نرسم كتير. هنمسح دي ونكمل عليه. خمسة في واحد. خمسة في واحد. هو عايز هنا مصفوفة. خمسة في واحد. خمسة. خمسة اللي هي العنود. في واحد الصف. خمسة هم. الواحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. في واحد بس خلاص هو كده. في اتنين واحد اهو. واحد اتنين واحد 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 واحد. يبقى كده خمسة في واحد. الخمسة في واحد بكم اصلا? هو يبلي كده تحت. اعمل لي ما تفهم صفوفة دي خمسة في واحد. خمسة في واحد بكم? بخمسة. اهو دي الخمسة اللي هو العمود في عمود في واحد اللي هو صف. يبقى خمسة في واحد بكم? بخمسة. واحد بخمسة. طيب ارسل مصفوفات لكل من معادات الجامعة المتكارئة قتية باستخدام القلب او النجمة. تمام? انا جايب لي ايه? لاخر نوع من اسئلة. جايب لي هنا اتنين زائد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زائد اتنين زائد اتنين زائد اتنين يساوي خمس صفوف. وجايب لي خمسة زائد خمسة يساوي اتنين اعمدة. سهل جدا. هو قال لي خمس صفوف. وقال لي اتنين اعمدة. خمس صفوف اهو. عادي صف. في كم? في عمودين? صف في عمودين. يعني الصف العمود في ايه? في خمس صفوف. العمود في خمس ايه? صفوف. ادي واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة. فين خمس صفوف? ادي صف اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب الصف في كم واحدة? في عمودين. في ايه? عمودين. ادي عمود اتنين. عمود اتنين. طيب هي عملها زي ما صف الواحد اتنين. في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى اتنين في كام? اتنين في خمسة بعشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ده كل ما يخص الايه? المصفوفة. كل ما يخص المصفوفة. بقل لي ارسل مصفوفة النابس يكونوا بيناتها وتبقى العاد صفوف صفوف ستة واعمدة اتنين. صفوف ستة واعمدة صفوف ستة هين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. صفوف دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عمود اتنين واحد اتنين واحد اتنين. يعنيني برسم على ايه اثاس العمدة? ده كل ما يخص بالمصفوف ان هي تكرار تكرار عملية الجامع تكرار عملية الجامع مصفوفة ماسك منها فاصل زمني. يعني دي كده مش مصفوفة. شلت واحد من هنا ده مش مصفوفة. ده مش مصفوف. ده كل ما يخص المصفوفة. ان شاء الله هفصل وهشرح درس التأدير لانه مهم جدا جدا جدا. وناس كده سألتنا عنه التأدير ازاي نقدر حسب القيمة المكانية او حسب والتقريب لأقرب عشرة واقرب اه مائة واقرب الف اللي هو يعني فيه مسمى جديد. ان شاء الله نتنسوش بقى لايك ودعم عشان نكمل وشكرا والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة